اشتركوا في القناة الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتمع والأمير المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعث إخوة الكرام الإمام المطالبي المطالبي القرشي الإمام الشفعي الذي جاء فيه الحديث عالم من قريش يملأ الدنيا علمه يملأ الدنيا علمه لذلك الإمام أحمد جلس في مدينة فسألوه مسألة فقال في كتاب الله قالوا لا قال في كتاب فسول السلام قالوا لا قال أقول بقول الشفع بعدما قال في قول الصحابة قالوا لا قال أقول بقول الشفع ويأخذ بهذا الحديث الإمام الشفعي أنا ترجمت له في كتاب مدينة شجاع فلا أطيل لكن الإمام الشفعي وصفه أحمد وصفا دقيقا قال كان كل واحد مننا عيد ما يستطيع أن يرد على أهل الرأي نتكلم بالحديث يقولون لنا المقدمة والنتيجة والأصل والفرع والمطلق والمقيد فقالوا كنا نقف أمامهم لنستطيع لهم شيئا حتى ظهر لنا هذا الفحر قال كنا نقول ونعد الفقهاء أطبة والمحدثين صيادلة فخرج علينا رجل طبيبا سيدلاني ولذلك الشفعي لقبوه بإيش ناصر السنة شفعي ناصر السنة لذلك من أهم ميزات هذا الإمام وميزات الفقه الشفعي بأنه أقرب الأقرب أنا أدينه لا هذا كلام الألباني أيضا أقرب المذاهد على الإطلاق للسنة لماذا بالشفع وهو أقوى المذاهد لأنك لو بحثت في أكثر المحدثين المطنين لا تجدهم إلا شوافع فهنا ميزة الإمام الشفعي أنه جمع بين المدرستين مدرست الحديث ومدرست الرأي فتوسط فيهما فكان له ما قال ابن تيمية إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان إذ باته سنة ده وفهم المتن هو رأس الأمر الفقه العالي فله في الإسناد وله في الفهم لذلك قلنا من تكلم في الإسناد دون أن يعلم المتن فهو ضعي ومن تكلم في المتن دون أن يعلم الإسناد ففيه ضعف وبوابة العلم الإتقان العقيم فمترابط العلم كله بعض إلى بعض فالإمام الشفعي الطبيب السيدلاني هنا يعلن للناس صراحة إذا صح الحديث فهو مذهبي لكن علماء المذهب يعني الذين يخربون أقول في المذهب الذين يقلدون ويعشقون التقليد يعني حتى لو قالوا يقولون يأخذون بتاع مقدمة النووي لأننا سمشرح إن شاء الله مع الكتاب يقولون في مقدمة النووي بيّن أن مسألة إذا صح الحديث فهو مذهبي ليس على الإخلاف مش بقى كل مرة يد الحديث يخالف الشفعي فيه فيقول وهذا مذهب الشفعي وسأأخذ به لا ليس على الإطلاق وطبعا يقيد يقول لابد من الذي يقول بذلك يكون عالم متقل عنده آلة الاجتهاد توسع وتبحر في الإطلالة على كتب الشفعي عشان يعلم أن الحديث بلغ الشفعي فلم يأخذ به وسنبين حتى أن السبكي أتى بكلام أفضل من كلام النووي وابن الصلاح قبل النووي أتى بكلام أفضل من كلام النووي ثم النووي في التطبيق العملي كان أفضل ما يكون من قوله بالتصريح لأنه حاد عن المذهب في أفصر من مسألة بسبب الحديث لحم الجزور وغير لحم الجزور أحنا سنبين هذه أمثلة إن شاء الله عشان تربي فينا عدم التقليد والمحاربة على التقليد القتال على التقليد عشان سين خلف الشيخ الفلاني لازم يموت عنده مآخذ في العقيدة عنده مآخذ في الفقه عنده مآخذ في السور الفقه عنده مآخذ في حياته ما بيشوفش كل ما يمكن أن تراه في أحد يقال أنه خالب الشيخ الفلاني طب خالب الشيخ الأقلاني يا المسألة مسألة شيوخ الشيوخ فوق الرؤوس مسألة مسألة علماء فوق الرؤوس المسألة مسألة صحابة الصحابة فوق الرؤوس ومع ذلك يقول ابن عبدالبر على صاحب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم منبئا للأمة بأنه أفقه وأطقن الناس في كلام الله اللهم فقهوا في الدين معلموا التأويل قال في مسألة الرجوع كما سنبين الرجوع عن الذهب لأنه لا يرى رب الفضل يرى رب في النسيئة فقط قال وقد رجع عنه ابن عباس وقيل لم يرجع والسند إلى مجاهد وغيره سند فيه كلام فقال ابن عبدالبر أريحونا قال رجع ابن عباس أو لم يرجع لحجة لأحد كائنا من كان مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك سنقرر المسألة وسنبين أيضا أن المسألة يستطيع الإطلاق ما يطلع واحد لسه نشئ في طلب العلم ويأتي بحديثه ويقول أنا أخلب هذا وهذا وذاك وذاك لأن الحديث يقول كذا هو مش فاهم الحديث فيه إيش والحديث يحتاج إلى الاجتهاد يبقى لازم يرجع للعالم الذي يبينه يعني أيضا لا يستطيع المسألة على إطلاق لا نعيش مع الغلو ولا مع الجفو لا توسط كما توسط علماؤنا وهذا الذي سنبينه إن شاء الله في الكلام على قول الإمام المطالبي إذا صح الحديث فهو مذهبي مع ضرب الأمثلة الكثيرة على أن الشفائي خالفة أو الشفائي لم يأخذ ببعض الأحاديث وهذه الأحاديث قال فيها علماؤنا وهذا مذهب الشفائي كما قال البيهاطي وغير البيهاطي لذلك أنا شرحت الإخوة هناك كتاب اسمه يعني تعليق وانت ابتدأته هنا ما علق الشفائي القول بيه على صحة النظر في ما علق الشفائي القول بيه على صحة القبر مكمل هذا لذلك لكن هذا التأسيس تأسيس جميل جدا حتى نرد على المطلدة في الشفائية لأننا كنا في الأسكندرية جاءنا طائفة من بعض الجهلة كلمونني ليلا حتى الإخوة هنا حزنوا مني أن أنا أعططهم فوق رؤوسهم ما أولا أنا لو عمر موجود كان علقهم في السق ردنا عرضاه يتكلمون ويقولون أنا أقول للرجل كلام صريح وأحزنوا مني أن أنا كنت أعضربه فأقول له قال رسول الله قال الشفائي تأخذ بقول من قال بقول الشفائي هكذا وعشان هو جاهل كان لازم أشتد عليه هو طبعا لو واحد طالب علمي حيأولها تأويل آخر يعذره كيف يعذره أنه يأخذ بكلام أنه مش مقدمة المجموع بأنه يأخذ بقول الشفائي طالما هو مش مشتهد ولا مستطيع أنه وإيه يفقى قول النبي حتى يسله هذا التويل لكنه لا هو بهذا يهدم سنن ابن عمر يقول له لعنة الله عليك على بلاد أو يقول له وكذا وقال لأكلمتك ما حييت أقوله قال رسول الله لا تفعل وأنت تقول أفعل تعظيما للسنن فهذا سنبهينه إن شاء الله وأيضا هذه وسطية لا غلو ولا ولا جفو حتى يكون الميزان ميزان عدل عندنا ما في غلو ولا جفو وأقول قول هذا استغفر الله عليكم سبحانك الله مرحبنا محمدك أشهد الله إلى أن تستغفرك وأتبق لي ترجمة نانسي قنقر